مجلس حقوق الإنسان تابع له رغم محاولتهم المستمرة لمنع صدور هذا القرار ولم تسمح إيران لأي من المقررين الأمميين بزيارة البلاد منذ عام 2005 وواجه المدافعون عن حقوق الإنسان أعمالا انتقامية من قبل السلطات الإيرانية بحسب تقرير هو الأخير الذي قدمته جهانغير قبل وفاتها في فبراير الماضي وكان قد أشار التقرير إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران خلال حقبة الرئيس الإيراني حسن روحاني وأن الإعدامات العشوائية مستمرة وإن انتهاكات في تزايد متصاعد ضد النشطاء والمعارضين والصحافة والأقليات القومية الدينية والنساء